مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع أنا دائما بحكي أنه تعليم الأطفال لازم يكون بالأكشن مش بالرياكشن يعني لازم تورجي ابنك مين هو لازم يكون مش لازم بس تحكيله فحبيت أعطيكم اليوم مثال على هذا الموضوع خليكم معنا موسيقى الله يرحمه والدي في يوم من الأيام كان جالس في الرياض في المنزل اتصل في صديقه وكان يوم جمعة قاعد بيسأله عن تصليح عن مشكلة صارت معاه في الغسال وقال له كذا 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 فوالدي قال له لها المشكلة شكلها عويصة خليك أنا إن شاء الله باجع عليك ركب السيارة طلعني معاه وقال له يلا نطلع على الدمام جماعة الموضوع يعني بتحكي عن حوالي أربعمائة كيلو أربعمائة وخمسين كيلو إذا مش ناسي طلعنا حوالي أربع ساعات سواقة وصلنا الدمام صلحنا له صلح له بقى أبوي الغسالة وطاق دينا عنده لصاحبه وقعد وشافه مش عارف إيش رحنا على سوء السمك جبنا شوية سمك ورجعنا على الرياض فالموضوع هذا ذكرني بمنظم أو موقف أنا سألت بابا بابا ليش أنت هيك حكيت له ليش ما حكيت له مثلا روح أنت خلاص دور لك على واحد صد أربعمائة كيلو يا جماعة قال لي بابا مثال أو قصة إذا بتقدم السبت بتلاقي الأحد قدم الخير رح تلاقي الخير دايما وفعلا بعد فترة احنا كنا في الأردن والدي رحمة الله عليه طر يدخل يعمل عملية صدر مفتوح للرئة كان عنده انسداد في الشرايين وبعض الحويصلات فكان عنده مشكلة كبيرة عملية كبيرة جدا طبعا ما بلغنا والدي في الموضوع لأنه كانت العملية سريعة وإجبارية وما عنده وقت إنه حدا مننا ينزل أو أمي فبالصدفة بعد سبوع وسبوع ونصف باتصل فينا بقول أنا الحمدلله روحت على البيت كان عندي عملية كل شيء تمام ووضع ممتاز وبيحكي معي بقول تتذكر صاحبي محمد اللي رحنا عليه عدد أمام بتقوله آه بابا قال لي ترك شغله وترك كل أعماله بإجاء قعد معايا ثلاث أيام بالمستشفى ما تركني خلال العملية وما بعدها في فترة النقاها ذكرت مثل أبوي اللي بيحكي قدم السابت لاقي الأحد ربك دايما بيبعث ولاد الحلال الأولاد الحلال هذا اللي لازم نحطه في ولادنا هذا اللي لازم نحكيه لولادنا هذا اللي لازم نورجي لولادنا مش بس نحكيه لازم نكون أحنا الفعل اللي هما بيشوفوه اللي بدنا إياهم يسووه فإذا انت بتفعل شيء جيد تأكد أن أولادك رح تعلموا منه يمكن ما تعد تحكي لهم و تحكي لهم قصص وكيف أنك بتسوي الشغلات جيدة بس تأكد انه هاي التربية الجيدة رح تربي فيهم هذا الموضوع و بس والله اعطيكم العافية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد